اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو المنتصف هذا هو المنتصف نقسم القناة على اثنان النصف نقوم بقناة النصف النصف الثاني سنقوم بقناة الحاف والشارط الأزرق سنقوم بقناة المخدة هذا المكان يكفي لنقوم بقناة المخدة والشارط نقوم بقناة لنقوم بقناة تفصيله جدا سهل هذا هو الكتان اماتر سيكونت نقسمها على اثنان المنتصف متعين نصف نقوم بقناة نقوم بقناة نقوم بقناة نقوم بقناة لنقوم بقناة الآن نقوم بقناة نقوم بقناة اختي المشاهدة قصيت الكتان كما تلاحظين الجزء الاول هو الدراء والجزء الثاني هو الحاف والجزء الثالث هو المخدة كما تلاحظين ثلاث اجزاء مقصومة كما تلاحظين ان تحاجز لكي تأتي العملية واضحة هذا الجزء الاول نقوم بقناة فقط نقوم بقناة نقوم بقناة نقوم بقناة نقوم بقناة فقط بقناة نقوم بقناة بالنسبة للجزء الثاني الذي قام بتنخدمه مضربه كما تلاحظين هذا ينقوم بقناة اثنان في هذا الطريق نقوم بالنسبة لإثنان نقوم بقناة كما تلاحظين نقوم بقناة نقسمه على الجزء العلوي و الجزء سفلي و في الوسط نقسم اللواط نقسمه هنا في هذا المكان نقسمه و نقسمه و نقسم الجزء فوق اللواط في الوسط و الجزء الموجود في الأسفل و نخيط من بعد نقسمه طريقة العمل بالنسبة للمخداء هذا هي المخداء انا نريد المخداء تكون شكل انفلوب نقسمه على الجزء نقسمه على الجزء بهذه الطريقة نقسمه على الجزء الثاني و نقسمه على الجزء الثاني من المخداء نضغط النهاية الثانية نضغط النهاية في المدهك نضغط النهاية الثانية الأن نضغط انا بخفاء ونقوم بإضافة كفاء في هذا المكان الآن سألللتك كفاء نخدم لمضربه شاهدي معي أبقي معي ونخبرك كيف نقوم بإضافة نقوم بإضافة حلواته ونقوم بإضافة كيف تلاحظي أختي المشاهدة كيف تلاحظي ها هي مضربة أمامك نقوم بإضافة كفاء الوجه العلوي كتان وفي الوسط لاواط وفي الأسفل ثاني كتان وكل شيء على الوجه هزين هذا على وجه هزين والعلوي على وجه هزين وفي الوسط لاواط نفس القياس نفس القياس تاع الكتان نفسه تاع اللواط كيف كيف سوف نفوت الخياطة كامل ساير داير كل هذه الأمامكين سوف نفوت ساير داير سنبلع الحاف ونبلع الكتان مع اللواط ونبلعه بخياطة ونضي لها خياطة كاملة ومن بعدها نكمل الخياطة نحرف تخربية الخياطة التي تشاوطي منها والله ونقصها 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 نخيط نخيط الساير داير ومن بعد نتلاقها بك أختيار المشاهدة هذه المضربة سوف نفوت على كل الساير داير سوف نغلقت الوجه العلوي مع اللواط سوف نبلعها ما نقص نقصها من الهنا 15 سنتيم ومن الهنا 15 سنتيم ومن الهنا 15 سنتيم ثانيا الآخر من ناحية 15 سنتيم من ناحية 15 سنتيم ومن ناحية 15 سنتيم ومن ناحية 15 سنتيم ونعلم بالنقاط ونصل ناحية هذا النقاط كما تشوفك هذا مع هذا وهذا وعلى هذا كما تشفيه وهذا التحت تاني في الأسفل كما تشاهدون واضح كل مرة موصلة للنقاط نضرب 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 الغط نضرب 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 ثم نضرب نضرب وثناء نضرب وضعت لها لكي يخفي العيوب الخياب ساير داير كما ترى ساير مضربة تعييرها واجدة لا يجب أن ينزل فيها ولا كما ترى تلاحظ لكي يحتشت 4 متر نفتح المضربة الآن سوف نضع الكفافة صغيرة بعد ذلك نضع أيضا سوف نصف ذلك يجب أن نستعملها اليومية لذلك ترتهب بأبسط طريق ما فيه لأسباق الأحياء هذه هي الكفة كما ترى نعود المرة الثانية ونمرض بماكنة الخياطة نكمل الكفة سوف نتلقى بك أختي المشاهدة هذه المخدة هذه المخدة التي ستعملها لهذا نفونة النفونة لا يتحقش من جد كبير العرض التاحة 40 سنتين والطول التاحة 65 سنتين هذا الطول 65 سنتين والعرض 40 سنتين نعود 40 سنتين في العرض و 65 سنتين في الطول الآن ماذا سوف نقوم؟ أنا سايرا نستطيع أن تكفى هنا كما تلاحظي في النهاية مننا والنهاية مننا كما تلاحظي الآن ماذا سوف نقوم؟ نجيب هذه هنا كما تلاحظي ونجيب هذه هنا في هذه الطريقة نديرهم على بعضهم كما تلاحظي كما هاكا ونفوت بالخياطة على كامل المخدة نفوت عليها بالخياطة على كامل المخدة نفوت عليها بالخياطة الخياطة يجب الاجتعة المخدة نقوم بخياطة منبقتل المخدة على وجه ودخلت أن اخذة على وجه الظين تم اخذها وررتها بوبيض إستعملت الحكومة سوف نفوت الخياطة ونكملت المخدة ونكملت المخدة نكمل المخدة ومن بعد نتلقى بكم من المخدة ونطلق نتلاحظ بأن المخدة سيطلق ونضع ونحن بل المواد التي تعمل فيها سهر متر ونصف من الكتان ونصف وراني خيات درت مخدأ ودرت دراء ودرت الحاف نبغي نبورك بيهم ولا نخدمها الوحدة حبيبالية ولا واحدة تقصدني ونقعدش نكتفي ديا في الاخير قناة عائشة أم المؤمنين تمنى أنك استفدتي من هذا المشروع ما تنسيش إذا عجبك الفيديو اشتركي في القناة وديني لايك وضغطي على الجرس حتى يوصلك كل جديد وفي الاخير وصلي وصلي معا سيدنا وحمدالي أفضل الصلاة وأسكى التسليم وإلى اللقاء في فيديو آخر